موسيقى نشط أخبارية مفصلة من الميادين والبداية مع العنو موسيقى الرئيس الأمريكي يصف قضية مقتل خاشقجي بالفشل الكامل ويعد قتله خطران كبيرا موسيقى ومعارض إردوغان يتهمونه بالتستر على معلومات في قضية خاشقجي وإبرام صفقة مالية موسيقى الأمم المتحدة تجدد تحذيراتها نصف سكان اليمن سيصبحون على حافة المجاعة قريبا موسيقى شهيد فلسطيني وخمسة جرح برصاص قوات الاحتلال قرب جيني موسيقى عادل عبد المهدي يضع المنهاجة الوزارية للحكومة العراقية الجديدة ويشكر الكتلة البرلمانية لإعطائه حرية اختيار الوزراء موسيقى صباح الخير رجب طيب إردوغان يقطع جمال خاشقجي وهو مقطع يؤلمون الحديث عن القطع والتقطيع إنسانيا لكن إعلام إردوغان هو الذي تحدث عن قتل خاشقجي وتقطيعه استخبارات إردوغان هي التي قادت حملة إعلامية تحت عباءة التسريبات الإعلام الموالي لإردوغان داخل تركيا وخارجها في بلادنا العربية هو الذي يقود بروفاجندا التعبئة منذ يوم قتل خاشقجي إردوغان أصاب أعوانه ورجال التعبئة في مقتل النكسة تعبئة خذلها إردوغان في كلمته أمام نواب حزبه الحاكم كلمة باهتة ذابلة شاحبة خالية من أي حقيقة جدية جديدة في الواقع لم يقدم معلومة لها علاقة بحقيقة مبتغات ومنتظرة ربما الحقيقة الوحيدة كانت أن إردوغان كرر المكرر لا بل أقل من أي مكرر كأن إردوغان لم يكتفي بقتل خاشقجي ثانية وتقطيعه أمام العالم بكلمته بل دشن رسميا وعلنيا بزار بيع القطع بالقطعة إنسانيا من جديد من المؤلم الحديث عن القطع والتقطيع والقطع ويزعجنا مهنيا لكن الواقع كما هو يقتضي نقل كلمته كما هي نقل كلمات أعوان تركيا أنفسهم نعم إردوغان تحدث كرئيس دولة تركيا أولوياته مصالح شخصية تعيد صورته الدولية واقتصادية ومالية لبلده وسياسية لا تزال غير مكتملة العناصر من حق إردوغان أن يتحدث بصفته حاكم تركيا يرعى مصالحها المالية لماذا تراه يكون غير ذلك أو غير ذلك ودونالد ترامب يعلنها جهارا بلا أي حرج الصفقات ثم الصفقات المال ثم المال فالأموال الفرق أن ترامب واضح وصريح يعلنها فاست فود أنا رجل أعمال رئيس تاجر أما إردوغان فلم يكشف لنا أنه حاكم تاجر في كل حال كان يمكن لأنقر أن تستعيد جانبا من مصدقيتها التي خسرتها على مدى السنوات الماضية في الكوارث التدميرية التي كانت شريكة فيها مع السعودية وحلفاء تركيا في عواصم خليجية وأعوانها من حركات تحرضية معروفة لكن كلمة أمس أهدرتها أخلاقيا قبل أي قيمة أخرى المهم بزار الابتزاز لا يزال مفتوحا الضغوط للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب مستمرة المنفذون الصغار لجريمة القتل سيدفعون ثمنا ما في النهاية هي لعبة كبار يتاجرون فيها بالجملة التفاصيل هي بيع القطع واحدة بواحدة إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف مقتل جمال خاشقجي بالغلطة وما قمت به السعودية من محاولة التغطية على القتل بالفشل لا شيء مما قالوه كان جيدا لقد قاموا بأمر سيء بالحديث عن الموضوع أو حتى محاولة تغطيته ما أريد قوله هو أن الأمر عبارة عن فشل تام منذ اليوم الأول في الوقت نفسه أشار ترامب إلى أن السعودية ساعدت بلاده كثيرا فيما يتعلق بإسرائيل من دون أن ينسى التذكير بمئات المليارات قيمة الاستثمارات مع الرياض السعودية كانت حليفا عظيما حقا هي ربما أكبر مستثمر في بلدنا إنهم يقومون باستثمارات بمئات مليارات الدولارات ويوفرون آلاف وآلاف الوظائف وكانوا يساعدوننا كثيرا فيما يتعلق بإسرائيل وكانوا يمولون العديد من الأشياء لقد قمت بعمل رائع عندما قمت ببيعهم ذلك لهذا السبب ذهبت إلى السعودية أولا ذهبت على أساسي أنهم سيشترون أشياء بقيمة مئات مليارات الدولارات والرقم النهائي بلغ نحو 450 مليار دولار 120 مليار دولار منها كصفقات عسكرية أعتقد أن هذا يوفر أكثر من مليون وظيفة انتقدت المعارضة التركية طريقة تعاطي حزب العدالة والتنمية الحاكم مع ملف الكاتب السعودي جمال خاشقجي وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أن الحادث يبين بوضوح فشل الحكومة في إدارة الملف ويثير علامات استفهام كبيرة محمود واثق أوساط الطيارات السياسية المعارضة في تركيا كانت متباينة حول خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواقف صدرت عنها وشددت على ضرورة محاكمة المسؤول الحقيقي عن اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي مشككة بالروايات السعودية المتضاربة حول مقتله ردود فعل عديدة رمت كرة المسؤولية في ملعب السعودية إن أصابع الاتهام كافة تشير في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان رغم أنه لم يتضح تماما بأمر من قتل خاشقجي أعتقد أن التحقيق التركي المستقلة سيتواصل حتى العثور على جثمان الصحفي جمال خاشقجي إذا كان السعوديون يقولون إنه مات فأين جثته؟ على السعوديين الآن أن يفسحوا عن هذا الأمر خطاب أردوغان بشأن قضية خاشقجي من على منصة البرلمان لم يقنع الأوساط السياسية فزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض وجه انتقادا لاذعا للرئيس التركي بسبب الطريقة التي يتم فيها التعامل مع هذه القضية مشيرا إلى أن الحادث وجه ضربة كبيرة للأجهزة الأمنية التركية وأثار تساؤلات كبيرة لدى المعارضة الحكومة تتستر على قضية جمال خاشقجي لماذا لم يتم تفتيش القنصلية منذ البداية؟ وعندما رحبت السعودية بذلك لماذا الانتظار عشرة أيام؟ وكيف تحرك فريق من 15 شخصا من المطار إلى القنصلية ومن ثم غادره؟ أين كانت الحكومة؟ هل تتوقعون الحصول على مال؟ على عكس التوقعات جاءت كلمة أردوغان فلا حسم حتى الساعة في تركيا على الأقل لملف خاشقجي والواضح أن القضية ستأخذ أبعادا جديدة في ظل اقتراح تركي بمحاكمة المتورطين في المحاكم التركية لم يحسم الرئيس التركي الجدل القائم والمتشعب حول قضية خاشقجي ما يفتح الباب على مصرعه أمام تحقيق دولي أبدت أنقر استعدادها للقبول به محمود واسق إستنبول الميادين أردوغان كان قد أعلن عن ثقته بصدقية العهل السعودي وأنهما اتفق على إجراء تحقيق شامل وموضوعيا عبر أطراف محايدين لمعرفته تفاصيل جريمة مقتل خاشقجي لا أشك بمصداقية العهل السعودي ويجب إجراء تحقيق شامل وموضوعي الجريمة كان مخاططا لها وكل هذا أدرج في ملف التحقيق ومحاولة إلقاء المسئولية على رجال المخابرات والأمن لن تكون مطمئنة يجب محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من أسفل السلم إلى أعلاه ولأن الجريمة تاجرت في مدينتنا فلابد من مقاضات المشتبه بهم الثمانية عشر في تركيا مسار التسريبات التركية في قضية مقتل خاشقجي كان من المفترض أن يقف على مفترق طرق مع وعد إردوغان بأن يكشف تفاصيل الجريمة في خطابه فماذا كان مضمون هذا الخطاب؟ علي مرتضى أهلا بكم لاحظنا جميعا المسار التصعضي لقضية خاشقجي في البداية كان أردوغان يطالب السعودية بأن تثبت خروج خاشقجي من القنصلية فقط على من يدعي إثبات الدعائه إذا كان قد خرج فيتعين عليكم إثبات ذلك بتسجيلات مصورة هذا ما عليكم فعله هو يعلم أن الرجل لم يخرج لكنها الطريقة التركية في الضغط شيئا فشيئا بدأت التسريبات الصحف التركية الرسمية والصحف المقربة من دوائر القرار إلى جانب صحف ووكالات عالمية كشفت كل منها في وقت مختلف عن زاوية مختلفة من الجريمة تعذيب وتقطيع ونقل للجثة إعلان عن السيارات المستخدمة والأشخاص المتهمين والاتصالات التي تمت خلال العملية وقبلها صورة من انتعلى شخصية خاشقجي عند خروجه من القنصلية اتصال الاسكايب بين الخاشقجي ومستشار الديوان الملكي سعود القحتاني قبل قتله مباشرة كل هذا الضخ من المعلومات والتساؤلات عن التفاصيل لا تزال كثيرة إلا أن أردوغان أعلن أنه سيكشف كل شيء سأدلي بتصريحات حول هذه القضية خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الثلاثاء المقبل لماذا جاء خمسة عشر شخصا إلى هنا ولماذا تم اعتقال ثمانية عشر أخرين ينبغي الإفصاح عن جميع التفاصيل سأتحدث عنها بشكل مختلف جدا الثلاثاء خلال خطاب أمام الكتلة البرلمانية وسأخذ في التفاصيل حينها التفاصيل هي كل ما يريدها كل العالم لماذا لم يتم الكشف عن جثة خاشقجي لماذا أتى السعوديون وتجمعوا في اسطنبول أردغان قال في خطابه أنه سيطرح كل الأجوبة لماذا هؤلاء الأشخاص تجمعوا في اسطنبول يوم ارتكاب الجريمة لماذا أتوا إلى هنا ولماذا فتحوا باب القنصلية للتحقيق بعد مرور أيام عديدة من الحادث ولماذا تم الإدلاء بتصريحات متناقضة حول الجريمة ولماذا لم يتم الكشف عن جثة خاشقجي إلى يومنا هذا لماذا ولماذا ولماذا أسئلة هذا ما قدمه أردغان الخطاب المنتظر بدل أن يقدم الأجوبة التي نجهلها أعادت طرح الأسئلة التي كنا بانتظار أجوبتها بعد عشرين يوما من المسار التصاعدي لم يكشف أردغان عن شيء لكنه طالب بمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من أسفل السلم إلى أعلى يجب محاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة من أسفل السلم إلى أعلى محاسبة من أسفل السلم إلى أعلى صحيح أن أردغان لم يجب عن الأسئلة التي وعد بالإجابة عليها إلا أنه تمسك بضرورة المحاسبة من أسفل السلم إلى أعلى السعودية قامت بخطوة مهمة بالاعتراف بحدوث الجريمة وأؤمن بحسن نية الملك سلمان هو يؤمن بحسن نية الملك سلمان إذن مختصر الخطاب هو التالي أردغان في مؤتمر الإجابة على الأسئلة أعاد طرح الأسئلة إلا أنه أصر على محاسبة المتورطين من أسفل الهرم إلى أعلى لكنه أعلن إيمانه بحسن نية أعلى الهرم السعودي أي الملك السعودي الملك الذي يعد ابنه وولي عهده أول متهم بالقضية بحسب الصحف المقربة من أردغان نفسه مراسل إحدى القنوات القريبة من تركيا قال إن ما قبل خطاب أردغان ليس كما بعده فعلا ما قبل هذا الخطاب ليس كما بعده إلى ذلك سعت مديرة وكالات الاستخبارات الأمريكية جينا هاسبل خلال وجودها في تركيا للاستماع إلى تسجيل صوتي مزعوم يوثق تعذيب الصحفي جمال خاشقجي وقتله وفقا لما كشفته مصادر مطلعة لوكالة روترز الوكالة نقلت عن مسؤولي أمن غربيين قولهم إنه رغم التسريبات العالمية الكثيرة التي تزعم أن تركيا تملك تسجيلات صوتية توثق تعذيب خاشقجي وقتله فإنه لم يتم إطلاع وكالات أمريكية أو وكالات حكومات حليفة على مثل تلك الأدلة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو أعلن بدوره أن واشنطن حددت بعض المسؤولين السعوديين الضالعين في قتل خاشقجي وبعضهم يعمل في الاستخبارات والدوان الملكي ووزارة الخارجية ووزارات أخرى لقد حددنا على الأقل بعض الأفراد المسؤولين عن مقتل خاشقجي بمن فيهم أشخاص يعملون في الاستخبارات والدوان الملكي ووزارة الخارجية ووزارات سعودية أخرى نشتبه في أنهم متورطون بمقتل خاشقجي إننا نتخذ الإجراءات المناسبة التي تشمل إلغاء تأشيرات الدخول وإجراءات أخرى كما نعمل أيضا مع وزارة الخزانة على مراجعة إمكان تطبيق عقوبات دولية بموجب قانون ماجنيتسكي على هؤلاء الأفراد هذه العقوبات لن تكون كلمة الولايات المتحدة الأخيرة بشأن القضية وسنستمر في استكشاف تدابير إضافيات لمحاسبة المسؤولين نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس رأى أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يعد هجوما على الصحافة وأضاف في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست أن بلاده ستوظف كل قدراتها من أجل التوصل إلى الحقيقة في هذه القضية يبدو أن تفاصيل قضية مقتل خاشقجي لم تكتمل بعد فخطاب الرئيس التركي رجل طيب أردوغان جاء منسجما إلى حد ما مع الصقف الأمريكي الذي لم يستعد الملك السعودي أو ولي عهده فيما المواقف الرسمية في واشنطن لا تزال مشتقة من تصريحات ترامب الذي يرسم المعادلة السياسية في التعامل مع السعودية أؤكد للشعب الأمريكي أننا سنستخدم جميع الفرص المتاحة من أجل التوصل إلى الحقيقة مديرة السي اي اي موجودة في تركيا وهي تراجع الأدلة سنتابع الحقائق وسنطالب بمحاسبة المسؤولين عن القضية لا توجد خطوات عملية من الكونغرس الأمريكي تفرض على الإدارة اتخاذ موقف تجاه السعودية وبالتالي يبدو أن المراوحة ستبقى بين الخطوات التي يتبعها ترامب من ناحية وعدم الرضا بالرواية السعودية من ناحية أخرى فيما الإجراءات العقابية إن اتخذت فإنها لن تهدد السعودية كدولة كما قال بكل صراحة لن يعرض هذه العلاقة خصوصا الشق التجاري منها لأي خطوات قد تضر بمصلحة الولايات المتحدة مستقبلا يعني ينظر إلى العلاقة مع السعودية من منظار اقتصادي محت إذن الجانب الاقتصادي هو الأهم بالنسبة للإدارة الأمريكية فالتمسك بالسعودية ينبع من الحفاظ على تعامل الرياض بالدولار في مبيعاتها النفطية وفق مراقبين بهدف الإبقاء عليه كقوة تسيطر على الاقتصاد العالمية ولا سيما بعد الإعلان الروسي عن تبني نظام تبادل مالي جديد مستقل على النظام الغربي على الرغم من عاصفة الانتقادات السياسية والإعلامية التي تواجهها الرياض في واشنطن تحرص الإدارة على عدم المساس بعلاقتها الراهنة مع السعودية وعلى أن أي إجراءات عقابية قد تعلن عنها لن تمس جوهر هذه العلاقة محمد كريم واشنطن الميادين اعتبر الأمير السعودي المنشق خالد بن فرحان السعود أن فكرة مقتل السحفي جمال خاشقجي تعود إلى ولي العهد محمد بن سلمان وقد وافق الملك عليها وأضاف الأمير المنشق أن شرح العملية يثبت أن قرارا سياسيا رفيع المستوى كان وراء تنفيذها مستحيل يكون في أي أحد في السعودية دولة مركزية مرة يعني كل شيء الملك الملك هو ثلاث سلطات التنفيذية التشريعية القضائية والملك سلطته سلطة إلهية يعني أكثر من سلطة رئيس سلطة إلهية داخل المملكة ما في أحد يسوي شيء خاص على مثل هذه القضية أو غيرها إلا ما تكون السلطة جاية من عند الملك ولي عهده الفكرة جت من محمد بن سلمان عن طريق صديق لي هو يعمل مستشار بالديوان الملكي اسمه سعود القحطاني وأخذوا الموافقة من الملك وبناء على هذه الموافقة تمتها العمالية في غضون ذلك رأى وزير النفط السعودي خالد الفالح خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أن مقتل السحفي خاشقجي أمر مقيط ولا أحد في المملكة يمكنه أن يبرره مقرا بأن المملكة تمر بأزمة بسبب هذه القضية كما نعلم جميعا هذه الأيام صعبة بالنسبة إلينا في المملكة العربية السعودية إننا نمر بأزمة من نوع ما ناجمات عن الحادثة المؤسفة والبغيرة التي وقعت في تركيا لا أحد يمكن في المملكة أن يبررها أو يفسرها من القيادة إلى الأسفل نحن مستؤون جدا مما حدث وبالطبع فإن المملكة أوضحت أنه سيكون هناك تحقيق وعدالة وعقاب لأولئك المسؤولين لكن المملكة في خضم تحول تاريخي بأبعاد غير مسبوقة الشركاء حضروا هنا اليوم لمواصلة هذه الرحلة معا أكد مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل كوثري أن السعودية دخلت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مستنقع ولن يكون بمقدورها الخروج منه بسهولة مؤكدا أن مثل هذه الإجراءات لن تؤدي إلى أي نتيجة وأضف أن السعودية تريد حرف أنظار الرأي العام عن مقتل خاشقجي من خلال وضع الحرس الثوري في قائمة الإرهاب موضحا أن هذه الجريمة تعد واحدة من ألاف الجرائم السعودية التي لن تمحى بسهولة هذا ويواصل المسؤولون الإسرائيليون تمسكهم بالصمت حيال قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في ظل تشكيك معلقين في الرواية السعودية وتحذير خبراء من تداعيات قضية مقتل خاشقجي على استقرار المملكة أو استقرار المملكة عفوا وتضرر مصالح إسرائيل تقرير منال إسماعيل جمال خاشقجي ميت العالم كله يضج وإسرائيل الرسمية وحدها صامتة فيما خص ملابسات قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول فيما لا يزال رئيس حكومتها بن يمين نتنياهو يكرر مقولته الشهيرة بأنه على أحسن العلاقات مع دول عربية في إشارة واضحة منه إلى السعودية صوم المسؤولين الإسرائيليين عن الكلام المباح وسط سيل المعلومات والتعليقات في قضية خاشقجي يعد أمرا استثنائيا أثار استغراب المراقبين في إسرائيل لكن ما لم تقوله إسرائيل الرسمية تكفل به إعلامها الذي شكك في الرواية السعودية وسخر من معديها لو أخذوا طفلا عمره أربع سنوات ومنحوه أسبوعين لكي يحاول خلق رواية موثوقة بها لكان قدم رواية أفضل من تلك التي قدمتها السعودية بشأن ظروف مقتل خاشقجي بعدما رأيناه من صور ونشر تركيا تقريبا ملف كل الأدلة فإن هذا فعلا يمكن أن يورط بن سلمان وسعودية إنه هاو ومتهور ومع كثير من الأنا مراقبون إسرائيليون ذهبوا في نظرتهم إلى أبعد من تحليل الرواية السعودية ليدرسوا عكاسات عملية قتل خاشقجي نفسها على العلاقات بين إسرائيل والسعودية يمكن جدا أن يكون لقضية خاشقجي تدعية مباشرة على إسرائيل وأخبار سيئة أيضا فأحد الذين أقصاهم بن سلمان هو أحمد عسيري المسؤول بناء على معلومات أجنبية عن التعاون بين إسرائيل والسعودية ولسيما في الحرب ضد إيران وهكذا فإن عسيري لن يخدم بعد الآن في منصبه الكبير الذي ربما خدم إسرائيل أيضا وفيما كان معلقون يصفون بن سلمان بأب المنشار وبالمتهوري والمغرور نشر مركز أبحاث الأمن القومي ورقة عمل عن تداعيات مقتل خاشقجي ورقة خلصت إلى أن لواشنطن وإسرائيل مصلحة بالحفاظ على استقرار المملكة وإلى أن قضية مقتل خاشقجي تعزز حالة الغليان المستمرة منذ فترة طويلة داخل السعودية وأن السعودية مقبلة على فترة من انعدام الاستقرار يجب الاستعداد لمواجهتها ومواجهة تزعزع محتمل في العلاقات الأمريكية السعودية الأمر الذي من شأنه أن يمس مباشرة بمصالح إسرائيل وبقدرة السعودية بنظر إسرائيل على أن تمثل شريكا في دفع مصالح مشتركة ولا سيما في وجه إيران حذر مسؤول المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك من أن نصف سكان اليمن أي نحو 14 مليون شخص قد يجدون أنفسهم قريبا على حافة المجاعة ويعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية وفي كلمة أمام مجلس الأمن وصف لوكوك حجم ما يواجه اليمن بأنه صادم لأكون واضحا تقييم أننا أمام خطر واضح ووشيك من مجاعة كبيرة وواسعة نطاق تطبق على اليمن أكبر بكثير من أي شيء شاهده أي عامل إغاثة في هذا المجال طوال حياته العملية الأمم المتحدة تنصق حاليا تسليم المساعدات لنحو ثمانية ملايين شخص في اليمن والأزمة الإنسانية تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية واستمرار القتال حول ميناء الحديدة دفتيريا وكوليرا ومجاعة ثلاثية الموت في اليمن بعد نحو أربع سنوات من الحرب السعودية عليها نحو 140 شخصا ماتوا جراءت دفتيريا من بين نحو 2500 حالة مسجلة وفق ما أعلنته وزارة الصحة اليمنية في صنعاء الاستقبال من 25 تسعة إلى الآن 28 حالة تم استقبالها لحد الآن داخلين بالمضاعفات الدخلوا بالمضاعفات اللي جاي في شلال نصفي واللي جاي في شلال كامل وأغلبيتهم بيتوفوا نتيجة المضاعفات اللي بتحصل لهم لأن البكتيريا بتضرب الدماغ بتضرب الكلاب بتضرب القلب فمعين ثلاث حالات أو أربع حالات اللي مقدم داخلين بالكومبوليكيشن غير الحالات اللي توفت تقريبا 14 أو 15 حالة إلى الآن ومن لم يمت من بقية الشعب اليمني فسكرت النهاية ترصده في هول الإحصاءات التي جار التوصر إليها فنحو 14 مليون يمني سيواجهون المجاعة خلال الأشهر المقبلة وفق تحذير الأمم المتحدة إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنشهد ثلاثة ملايين شخص إضافي من اليمنيين يعانون من فقدان الأمن الغذائي الشديد يضافون إلى نحو 12 مليون آخرين يحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدات الغذائية المنتظمة تصنف الأمم المتحدة الوضع الإنساني في اليمن في خانة الأسوأ عالميا وتقول إن نحو 75% من أبنائه يحتاجون إلى المساعدة والحماية القتل الدائر في الحديدة يمنع عمال برنامج الغذاء من الوصول إلى مخزون القمح البالغ 51 ألف طن وهي كمية تكفي لإطعام نحو أربعة ملايين يمني شمال ووسط اليمن مدة شهر كامل ينبغي أن لا ننسى أن هناك أربعمائة ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحال وأن نحو مليوني طفل يعانون المجاعة حينما وصلت اليمن قبل سنتين شاهدت في المستشفيات كيف يصل الأطفال في حالة مروعة نتيجة سوء التغذية الشديد المسؤولون في اليونيزف وبقية برامج الأمم المتحدة يربطون نتائج تقاريرهم المثقلة بالأرقام السلبية في اليمن بالحرب السعودية عليها نشط الثامنة صباحا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل طلاب يقاطعون محاضرة لبروفيسير أمريكي يدعو إلى التطبيع في الجامعة الأمريكية من جديد أهلا بكم ونستأنف النشاة من الأراضي الفلسطينية حيث استشهد الشاب محمد بشارات وأصيب خمسة آخرون خلال تصديهم بقوات الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامها بلدة طمون شرق طباس قرباجينين وقد أطلق شبان المفرقعة النارية باتجاه قوات الاحتلال التي ردد بإطلاق الرصاص الحي عليهم وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من رمالة مراسلتنا نسرين سلمي صباح الخير نسرين إذا أمكن لو سمحت أن تضعين بتفاصيل مجارة تحديدا ببلدة طمون واستشهاد الشاب محمد بشارات وكذلك كيف يبدو الوضع الآن قرب جنين نعم طباح الخير في البداية قوات الاحتلال قامت باقتحام بلدة طمون القريبة من طباس في شمال الضفاء الغربية في ساعات الفجر الأولى بحجة طبعا عملية المداهمات والاعتقالات الليلية التي تشنها عمليا كل ليلة في مدن الضفاء الغربية لاعتقال أحد المطلوبين لديها وهم طبعا أحد المقاومين الفلسطينيين الشبان تصدوا لها بالحجارة وزجاجات الحارقة لكنها فتحت الميران بشراسة فتحت النار بالرصاص الحي وليس الرصاص المعدني المغلص بالمطاط مما أدى إلى خمس إصابات إحداها كانت إصابة خصيرة للشاب محمد بشارات 23 عاما وصيب برصاصة في ظهره خرجت من قدره وتم نقله إلى أحد مشافي مدينة جنين لكنه عندما وصلت كان متشهدا هناك حوالي أيضا أربع إصابات ثلاثة منها وصفت بأنها ما بين المتوسطة والخطيرة وتتلقى العلاج لمشافي مدينة نابلس بانتظار مريد من التفاصيل عنها لكن قوات الإحتلال انتحبت من بلدة طمون بعدما أنهت عملية المتاهمات وانتحبت بإذراء حجارة الشبان الفلسطينيين مثل هذه العملية أيضا شهدتها أحياء في مدينة تول كرم أيضا في شمال الضفة الغربية حيث شهدت مدينة تول كرم مواجهات عنيفة ما بين الشبان وقوات الإحتلال التي دخلت لمداهمة عدد من المنازل بحثا عن مناصر عملية بركان التي تطارده منذ عدة أسابيع لكنها لم توفق في إيجاده وكان هناك حملة مداهمات واعتقالات في المدينة أيضا صباح هذا اليوم قامت قوات الإحتلال أيضا بإغلاق عدد من الحواجز وإجراء عمليات تفتيش في محيط مدينة رمالة تحديدا عند مدخل قرية النبي صالح إلى الغرب من مدينة رمالة أيضا عند بلدة دير أبو مشعل أيضا القريبة من مدينة رمالة وضعت حاجزا عسكريا وتقوم بعمليات تفتيش وتمنع المواطنين من الوصول إلى مدينة رمالة مما اضطرهم إلى شلوك طرق أطول كثيرا للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم طبعا شكرا جزيلا لك نسرين على كل هذه التفاصيل والمعطيات التي أفتنا بها من رمالة كونتي معنا شكرا جزيلا وفي غزة استشد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في مواجهات اندلعت شرق القطاع مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب منتصر محمد إسماعيل الباز نقل إلى مجمع الشفاء الطبي بعد إصابته شرق البريج وكان سبعة مواطنين قد أصيبوا إثر مواجهات اندلعت شرق دير البلح بالقرب من بوابة الامر مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وزارة الأمن الإسرائيلية أعلنت أنها ستستألف إدخال إمدادات الوقود إلى قطاع غزة بعد توقف دام 12 يوما وكانت إسرائيل قد علقت تسليم شحنات الديزل بعد ساعات من قتل القوات الإسرائيلية خمسة فلسطينيين زعم الجيش الإسرائيلي أنهم اخترقوا السياجة الفاصل وهاجموا موقعا عسكريا وفي لبنان قطع طلاب لبنانيون وفلسطينيون محاضرة عن أخلاقية الحرب في الجامعة الأمريكية في بيروت كان يلقيها البروفيسور جيفرسون مكماهن ويعمل مكماهن مستشارا لقسم الفلسفة في الجامعة العبرية وقد أكدت مصادر طالبية للميادين أن مقاطعة ندوة مكماهن فضلا عن كونه يعمل مع جامعة إسرائيلية تأتي بسبب مواقفه الداعية إلى وقف المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وأشارت المصادر إلى أن مكماهن وصف مقاطعة الأكاديمية الإسرائيلية بالعقاب الجماعي حصلت الميادين على وثيقة المنهاج الوزاري التي وضعها رئيس الحكومة العراقي المكلف عادل عبد المهدي بنفسه الوثيقة تتضمن رؤية لعمل الوزارة بدءا من عام 2018 إلى 2022 وما بعده وتحدد الوثيقة الأولويات الوطنية والمجتمعية لتلبية أهم المتطلبات الاستراتيجية التي يحتاج إليها العراق والعراقيون كما تحدد الوثيقة أيضا الفترة الزمنية لتنفيذ البرامج الموضوعة لكل وزارة ما بين ثلاثة أشهر وثمانية وأربعين شهرا عبد المهدي توجه بشكر خاص إلى قوى سائرون والفتح والنصر والحكمة لإعطائه حرية اختيار الوزراء يتزايد عدد مؤيدي عبد المهدي الذين منحوه الحرية في اختيار أعضاء الحكومة لكن لا تأكيد إن كان ذلك متطابقا بين الإعلان وبين ما يدور من تفاوض القوى السياسية لا تريد اقتصار استحقاقها الانتخابي على مقاعد في البرلمان نواب عن نيناوى أعلنوها رسميا ونواب من قوى قريبة من الرئيس المكلف يريدونها حكومة كاملة بإعلان واحد بعض الكتل السياسية منحت الرئيس الوزراء الحرية في اختيار الوزراء هذا يعني أنها تريد أن تكون داعمة له داخل البرلمان وهذا مؤشر جيد كتل أخرى ربما اعترضت على آلية العمل مع الدكتور عادل سواء في اختيار الوزراء أو طريقة تنفيذ البرلمانج الحكومي هذه معناها سوف تكون بالمعارضة هذه الورقة قيل أنها كتاب رسمي لتوزيع الحقائب الوزارية على القوى الورقة سربها أطراف سياسي عراقيون نفاها مكتب رئيس الحكومة المكلف وأصدر بيانة طبعا لم يكن البيانة الأول نفيونتل وآخر كلها تدفع إلى طرح السؤال مجددا ما دقة تخلي الأحزاب العراقية عن حقائب تناسب استحقاقها الانتخابي الكتل السياسي ستستفيد بشكل أو بآخر حسب حجومها الانتخابية وحسب تنفيذها في البرلمانج سينعكس بالتأكيد على الوزارات أيام إذن تفصل الرجل عن تقديم أسماء وزراء حكومته لم يكشف هو وفق ما علمت به الميادين لا عن أعضاء الحكومة ولا عن سيارهم الذاتية وترك للسياقات الرسمية أن تأخذ مجراها في العادة الانتخابات التشريعية هي التي تحدد ملامح السلطات التنفيذية وبما أنها في العراق أضحت محاصصة اعترف بها الجميع ورفضها الجميع قرارت الأغلبية ترك الأمر برمته للمكلف تشكيل الحكومة وعند جلسة منح الثقة يتأكد قرار هذه الأغلبية في ظل شروط عبد المهدي بما أنهم طلبوه لرئاسة الحكومة ولم يسعه ولها عبدالله بدران بغداد الميادين استشد ستة أشخاص وجرح 26 آخرون أثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبية في بلدة القيارة جنوب مدينة الموصل وتظهر أصور التي تناقلها ناشطون عراقيون على وسائل التواصل الاجتماعي النيران والأضرار التي خلفها الانفجار وهو الأول منذ تحرير القيارة من تنظيم داعش العام الماضي إلى تونس حيث وقع الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التونسية اتفاق المؤسسات العمومية وزيادة الأجور في القطاع العام تدعية الاتفاق السياسية والاجتماعية في سياق التقرير التالي لبلال مبروك اتفاق اللحظات الأخيرة هكذا علق المتابعون على الاتفاق الأخير بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بخصوص الزيادات في أجور القطاع العام وبالتالي تتراجع منظمة الشغيل عن اضراب الرابع والعشرين من أكتوبر تشرين الأول الحالي صفحة طويت على أمل حل حالة ملفات أخرى عالقة بين الجانبين بعد أن نجزن القطاع الخاص والقطاع العام لابد من خطوة عملية في اتجاه القطاع الوظيفة العمومية وبطبيعة الحال هناك في تنقية هذه المناخات لدينا ملف من الملفات لا يقل أهمية على المفاوضات العامة ألا وهو ملف قطاع التعليم الثانوي اتفاق حاسم أم مجرد ترحيل للأزمة تتباين في تقييمات المتابعين بين من يعدها خطوة هامة لرئيس الحكومة قد يمضي بعدها قدما في تعديلاته الوزارية برصيد إضافي بعد الهدنة مع اتحاد الشغل فيما يشدد أخرون على أن النقابات تتعاطى مع الحكومة وفق تسوية ملفات العمال في كل القطاعات ودفاع الاتحاد عن موقف أشد همية من التسويات السياسية وحسابات التحالفات هذا الاتفاق لا يشكل كذلك السكا على بياض لأن الحكومة التونسية مطالبة بعديد الإصلاحات ومطالبة بتحكم أكثر في غلاء الأسعار خصوصا مع تفشي الاقتصاد غير المنظم واستفحال التهريب وغيره من الممارسات الأخرى المطروحة اليوم على الحكومة أن تجابه كل هذه الاشكاليات الغالب أن الشاهد نجح في إذابة الجليد بينه وبين المنظمة النقابية الأعرق في البلاد لتبقى الكلمة الفصل لمدى قدرته على ترتيب البيت الحكومي قبل طرح مشروع موازنة على البرلمان عبر جبهات متعددة تحاول حكومة يوسف الشاهد مجارات التقلبات السياسية والاجتماعية ليبقى الترقب لملامح التحويل الوزري الوشيك ومدى تأثيره على خارطة التحالفات السياسية في البلاد بلا المبروك تونس الميادين مدينة حلق الواد الساحلية الواقعة في ضواحي العاصمة التونسية اكتسبت شهرة عالمية بفضل تنوع ثرواتها وغنها البحري بالأسماك حيث تنتشر عشرات المطاعم التي تقدم السمك الطازج حلق الواد تعد في تونس بحق مدينة الأسماك مراد الدلانسي مدينة حلق الواد التونسية ارتبط اسمها بالبحر فمن أراد وجبة سمك اللذيذة فعليه بزيارة هذا الشارع هنا يقدم السمك من المنتج إلى المستهلك سمك حلق الواد أخذ سيطا عالميا وتجاوزت شهرته الحدود التونسية ثلاث سمكات برونزية تستقبلك عند مدخل مدينة حلق الواد التونسية وكأنها تدعوك إلى التعرف على أسماكها وتذوق طبق طازج منها مدبيا مدبيا شوف كم غموض عيني يا حلق الواد اسمك ديب على لساني فبفضل بحرها الغني بالأسماك وميناء الصيد تعتبر حلق الواد عاصمة السمك في تونس ومصدر رزق للكثير من أهلها العم رمضان هو واحد من مئات صيادية السمك في حلق الواد ككل يوم يجهز شباكه باكرا للذهاب في رحلة سيط جي وكرة سترون هاتسو مناسبة وكحتين فيمتية أثناش نالفتا تاخو كعبها فيمتية ورقة وصليطة باية مع ناس كل جي يجي حلق الواد فيمتية كعبها فيمتية أسماك البحر تنتهي في سوقها الشهير هناك يعرض العديد من أنواع الأسماك المحلية وبإمكان زوار حلق الواد شراء ما يطيب لهم منها مطاعم السمك في حلق الواد هي أبرز ما يميز المدينة ويقسبها شهرة عالمية فكل مطعم هنا يمثل سوقا مستقلة بذاتها وبإمكان الزوار الذين يأتون من مختلف أنحاء العالم أن يختاروا ما يروقهم حلق الواد من أول ستينيات من اللي جاء فريد ومكالثون اللي معناتها تشارت بالحوت تسكي الحوت معناتها في مرشي في مطعم حتى في تزارية في حلق الواد يبيعوا الحوت مدينة حلق الواد تتحول صيفا إلى ملاذ للبحثين عن نعمة البحر ومن يقدمه من خيرات وثمار مراد الدلانسي مدينة حلق الواد التونسية الميادين كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله أن قافلة المهاجرين القادمين من هندراس تضم أشخاصا من الشرق الأوسط مؤكدا أنه لن يسمح لهم بالمرور إلى داخل الولايات المتحدة وبرغم التهديدات بغلاق الحدود أمام المهاجرين يستمر الألاف منهم من دول أمريكا البسطة في التدفق عبر المكسيك في طريقهم شمالا لدخول الأراضي الأمريكية تفاصيل أكثر في التقرير التالي لقي شاب هندراسي مصرعه أثناء محاولته العبور إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر الأراضي المكسيكية الشاب الذي تحمل ظروفا مناخية قاسية في رحلته إلى ما يأمل أن تكون حياة أفضل قتل فور سقوطه من آلية على الطريق السريع فيما افترش المئات من مواطنيه الأرض في المكسيك في انتظار أي وسيلة لدخول الأراضي الأمريكية عبرت النهر على طوف طوال الليل هناك نحو 2000 أو 3000 شخص على أقل تقدير عبروا الحدود معي بالأمس وأكثر منهم ما زالوا ينتظرون الأمم المتحدة تقدر عدد المهاجرين من هندراس واجواتيمالا والسلفادور الذين وصلوا إلى المكسيك حتى الآن بأكثر من 7000 شخص أغلبهم عزمون على متابعة الطريق شمالا إلى الولايات المتحدة بعد رفض عروض السلطات المكسيكية إيواءهم خشية إعادة ترحيلهم من حيث أتوا من ينظم هذه القوافل؟ وعلى من نلقي اللوم؟ على دونالد ترامب؟ على الجمهوريين؟ على الديمقراطيين؟ هل هي هندراس؟ من يقف وراء هذا؟ من نتهم؟ من نسج؟ الحقيقة هي أن هناك مجرمين وراء كل هذا الجوع والموت وفيما تتفاقم أزمة الهجرة هذه على المستوى الإنساني يحاول رئيس الأمريكي دونالد ترامب توظيفها في الانتخابات النصفية التي تجرى قريبا في بلاده ترامب كرر هجومه على سياسات الهجرة التي يدافع عنها الحزب الديمقراطي وهدد بإغلاق الحدود نهائيا أمام قوافل المهاجرين التي دعا أنها تضم إرهابيين يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي بعد تخفيضه مساعدات دورية للدول التي ينطلق منها المهاجرون بسبب عدم اتخاذ هذه الدول إجراءات تمنع مواطنيها من عبور حدودها وصف الرئيس البوليفي إيفو موراليس الولايات المتحدة بأنها باتت تشكل تهديدا للعالم بسبب عزمها على الانسحاب من معاهدة التخلص من الصواريخ النووية المتوسطة والقصيرة المدى موراليس وفي تغريدة على تويتر رأى أن واشنطن هي عدو للسلام ولحقوق الإنسان حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال قوات إلى الحدود مع المكسيك ضد الألاف من المهاجرين من أمريكا البسطة افتتح الرئيس الصيني أكبر جسر مائي في العالم يربط بين هونغ كونغ وماكاو ومدينة تشوهاي جنوب البلاد الجسر يبلغ طوله 55 كيلو مترا ويربط هونغ كونغ بالبر الصيني مريم عثمان من شرقي نهر اللؤلؤ إلى غربه افتتحت الصين أكبر جسر مائي في العالم جسر يمتد إلى 55 كيلو مترا انطلاقا من مدينة تشوهاي في الساحل الجنوبية ضخمة هي تكلفة الجسر الأكبر في العالم كما هو حجمه التي وصلت إلى 20 مليار دولار في وقت استغرق بنائه 9 سنوات متواصلة الجسر هو جزء هام للغاية في البنية التحتية ولسيما عندما نتحدث عن منطقة الخليج الكبرى لذا فأننا نتطلع إلى التخطيط للمستقبل من حيث العمل مع شركائنا في المنطقة من أجل الخروج والترويج للخليج الجسر المائي يصل مدينة تشوهاي بهونغ كونغ وماكاو مرورا بـ 11 مدينة وسيعمل على تسهيل حركة المرور مما يقلل من وقت السفر بين هونغ كونغ وتشوهاي من 4 ساعات إلى 45 دقيقة ولدتي تعاني من دوار البحر ولا يمكنها ركوب العبارة إلى هونغ كونغ ولكن بعد افتتاح الجسر يمكنها الذهاب إلى هونغ كونغ بالحافلة المسافرون على الجسر لن يتمكنوا من عبوره بسياراتهم الخاصة بل بحافلات بتكلفة تتراوح بين 18 دولارات للرحلة الواحدة أو بسيارات صينية مؤجرة من جديد إلى العنوي الرئيس الأمريكي يصف قضية مقتل خاشقجي بالفشل الكامل ويعد قتله خطأ كبير ومعارض إردوغان يتهمونه بالتستر على معلومات في قضية خاشقجي وإبرام صفقة مالية الأمم المتحدة تجدد تحذيراتها نصف سكان اليمن سيصبحون على حافة المجاعة قريبا شهيد فلسطيني وخمسة جرح برصاص قوات الاحتلال قرب جينين عادل عبد المهدي يضع المنهاج الوزرية للحكومة العراقية الجديدة ويشكر الكتلة البرلمانية لإعطائه حرية اختيار الوزراء وبالتأكيد للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت باللغتين العربية والإسبانية اللقاء تجدد على رأس الساعة مع الزميل أحمد أبو علي في مجز أهم الأنباء في أمان الله موسيقى